بسم الله، هناك سؤال جاء يقول أنا طالب في آخر سنة باكاليريوس و أحتاج أبن سيفي قوي كواس جدا أن الواحد يعرف هو عايز إيه و محتاج إيه، دي هي يوفر كتير جدا نصر العلاج إن واحد يعرف المشكلة و يعرف الهدف و يعرف هو فين و راح فين والمشكلة هنا زي الورقة البيضة دلوقتي و مش فاهمين بين التنفيذ و التصميم و المكتب و نجري من كورس الكورس و مبسوطين بالسطور اللي بكتبها فرأيك إيه لازم نأخذ كل الكورسات الأسياء كلها ولا في المجال اللي محتاجين نكمل فيه طيب، بدايةً كواس جدا أن الواحد عارف المشكلة بتاعته و عارف التعليم في الجامعة بشيء كل حاجة و يديك الأسيات و يديك الأسس و ممتاز جدا بس ما فيش ارتواط بينه وبين سؤال العمل فمحتاج أن انت تطور نفسك في الحاجة اللي سؤال العمل محتاجها فإن أنا قاعد أذاكر كل حاجة سوف أتبقى كواس في حاجة فأنا لازم أركز مثلا يعني أنا مثلا بمهندس إنشائي فهيركز مثلا على الستيل شاهد مثلا الستيل اللي أهمية و شاهد أن أحب مجال الستيل خلاص يبقى أنا هتابع كل حاجة خاصة بالستيل سوف أرى كورسات خاصة بالستيل و أرى ما هي البرامج التي تعمل استيل و أتعلمها و أتقنها و أحترفها بشيء مجرد أن أعرف حرفين هنا و حرفين هنا لأ خلاص ده أنا عرفت كده أن أنا إن شاء الله مستقبلي هيبقى في مجال الاستيل فأركز عليه و لا يوجد مانع أن أعرف بعض المعلومات الأخرى بس إن انت تلاقي واحد يقول لك إيه أنا إنشائي و الشغل كله يأتي معماري و كهروميكانيكال فأنا هتشغل معماري و كهروميكانيكال هتشغل في مجال غير مجالك فهتجد أن تبذل جهد أكثر تجد الموضوع صح لأنه لا يوجد عمارة تتعامل من غير إنشائي لا يوجد عمارة تتعامل من غير كهرباء من غير صحي و من غير تكييف فكل شيء تتكوّم من كل شخص يبقى في مجاله و يشترك فيه المبنى فلازم كلنا نبقى كل واحد كواف مجاله و كل واحد يبقى فاهم اللي حوالي بيعمله إيه و ليس لازم يبقى خلاص برفكت فيها و يبقى عارف الحسابات بتعمل إزاي لا أنا مثلا كمانتس معماري بتبقى عارف إن وراء الحمام مثلا ببقى فيه شفط مساحته قد كده بحيث أن تتوفر على نفسك بدلا ما تعمله و بعد كهروميكانيكال يقول لك لأ ده أنا عايز مثلا فتح قد كده و تبقى فاهم المطلبات مثلا في سلم الحريق قد ايه يعني بتبقى فاهم الحاجات تتعمل ازاي بحسب كود فتبقى مركز على حاجة معينة تمام مثلا المعماري مثلا مركز على ممكن ان هو مركز مثلا عن لند سكيب يعني كل واحد بيركز على المجال اللي هو حاس انه يكمل فيه تمام؟ ممكن واحد مثلا في المكانيكا مثلا هيركز على الصحي هيركز على التكييف ما فيش واحد سوبر مان سوبر هيرو عارف كل حاجة في كل حاجة لا هو كل واحد بيبقى في حاجة وعنده معلومات عن بيت الحاجات المعلومات دي بتجيب من خلال الشغل يعني من خلال اول المشهور بتبدأ بقى كل واحد يتكلم ده أنا محتاج كذا ده أنا مطلب بتحت كذا بنبدأ نعرف بعض المعلومات الأخرى سؤال ثاني هو ينفع ان الواحد يخلص برنامج من اول و اخر و بعد يدخل في برنامج ثاني او ندخل في نشتغل كاد و ريفيت و نشتغل كاد او نشتغل كاد لحد ما نجيب اخر و نبقى بروفيشنال او اكسي بيرت او اكسي بيرت و ندخل في الريفيت او لا بش مهم الموضوع ده جدا قلينا نقول انها فيش حاجة اسمها واحد يعني يجيب اخر الاتوكاد يعني اتوكاد 2006 في تقريبا 24000 او امر فالفكرة كلها ان انت تشتغل فعلا بيه يعني لو انت مثلا اشتغلت ثلاث او اربع مشاريع بالريفيت او ممكن استعادتها ايه اخش في حاجة تانية و لا تسبش الريفيت يعني اشتغل الريفيت مع نفس فوركيس خلاص انا اشتغلت فعلا بيهدية فلما بتشغل بيهدية الموضوع بيثبت و لا تسبش حاجة انت تعلمتها وتروح حاجة تانية و تنسل فات لا خلي نفسك كل شوية في مران شوية يعني انا اشتغل في شركة اسف و جيلي شغلت في شركة تانية او حاجة مثلا خارجية وهي نفس الحاجة اللي بشغلت طول اليوم فزهق يعني لو اشتغلت طول اليوم مثلا ريفيت و جيلي شغلنا بالليل ريفيت برفض حاجة مثلا مختلفة حاجة مثلا بالماجيكاد او بالاركيكاد او بيبقى في حد ان انا هفتكر البرنامج فالواحد بيقبل بيها بحيث ان الواحد يعمل تنشيط للذكرة فالفكرة كلها ما تستنوش ان انت تقعد عشر سنين في الكاد على متنين عن ريفيت لا الفكرة ان انت تبقى اشتغلت بيديك و خلاص اتقنت البرنامج و نفتكر كلمة الامام عليه النبي طالب كلمة كل مرين ما يحسن يعني حتى اخذت كورس او سمعت اي حاجة اي حد قالها ما شمعنى ان انت تعلمتها هتتعلمها امتا لما تعملها باديك انت حتثبت انما الرجل عماله يتكلم و انا بسمع انه يتكلم و انا بكتب انه يتكلم هو يتكلم و انا بكتب و بعدك اشتغل باديك مية مية. هو بيتكلم وأنا بكتبه وبعد كبه اشتغل بأيدي وبعد كبه بعلم واحد تاني يبقى كبه زي الفول. تمام؟ طيب فيه آخر سؤال. هل فعلا في الدول اللي بره المكتب الفني مش ليه اي لازمة اللي مكتوبة في النت لان في مصر دايما بيقول له المحاسبين احسن في النقطة دي. يعني في مصر كل ما يقول لي مهندس ان انا هاخد مشروع التخرج ودات مشروعات عشان ما بسوط بشغل المكتب الفني بيقول لا ده ما لهو الشغل وده كلام نت بس وفي مصر والدار كلها بيكونهم حاسبين هوا مالبسكين النقطة ده. النقطة كان ده مش صح. المكتب الفني لازم بيكون اغلبه مهندسين مسؤولين عن الموقع وامتابعة الملفات وامتابعة كل حاجة. ممكن يكون في واحد محاسب او اثنين بالكتير. هتلاقي في دورة موجودة طبع منطقة الدارين في نقطة المكتب الفني. المكتب الفني ليه مستقبل ومطلوب جدا جدا لو انت بتحب خش فيه. لو انت بتحب دارة المشروعات خش فيها. لو انت بتحب كل حاجة ليها رسقها وليها الشغل بتاعها. بس تتكنها وتشتغالها صحة وتتميز فيها. هتلاقي لك مستقبل. تمام. وربنا يوفقك وربنا يكتب لك الخير. وان شاء الله نسمع عنك كل خير ان شاء الله.